طيب كاب سامي لو انت مدرب الزمالك تقعد زكاية الواردة وتشارك او تشرك عامل السيسي ولا تكمل مع زكاية الواردة وديديله فرصة عامل السيسي اه طبعا عامل السيسي اه طبعا عامل السيسي اه هو في مشكلة حصلت لنادزة مالك بإصابة نضاري اه دي برضو صدرت أزمة لان لو كان نضاي موجود كنت تلعب بزيز ونضاي وجزير وإما هتنزل نص ملعب اه فعشان كده انت مقل الكدرات الهجومية صحيح انت عايز تلعب بثلاثة اربعة ما يفعلش معندك اثنين ونص ملعب وثلاثة وراء وناس يعني لأ في مرونة زي ما كان بيحصل ما بين كان طريق اساسي ما كنا مسكين لأ طريق يوقف وساسي يكمل صحيح فزودت الكدرات الهجومية اول ما بتطعب يرد على على مكانه جنب طور نفس الموضوع عملها امام لما كان بيلاعب جنب عبدالغاني ولا رؤى اول ما بتطعب كورة لنادي الزمالك بينتشر بسرعة مع الطرفين اللي بيزيدهم على الاطراف مع الثلاثة الاثنين تحت الفرود والفرود فانت عندك كسافة هجومية صحيح النهاردة مفيش الكلام ده خالص النهاردة البداية تمانية بيدفع وزيزه بروح نازل عشان يستلم لان نزول ما بيعرفش يستلم بظهره صحيح فبيضطر ينزل عشان حد يلعب مع حد فلما بينزل بيحصل ايه؟ اصبح بيتسعى يبقى فيه واحد بيلعب لوحده فالزمالك النهاردة كان عندك مشكلة